ده أروش البطل بتاع فيلمنا ودي إيشة بطلتنا الجميلة أما دول فبيكونوا صحابه وفيلمنا بيبدأ وأروش بيصحى من النوم على صوت جرس الباب ولما بيفتحوا بإله بنته صغيرة قدامه وجواب مكتوب فيه اهتم بابنتك أيها النادل فبينادي على صحابه اللي عايشين معاه في نفس البيت وعايزين يعرفوا مين النادل أبو الطفلة ديت وهم التلاتة بيتخنقوا مع بعض وكل واحد بيتهم التاني إنها بنته لحد ما الطفلة بتفضل تعيط وبتكون جعانة جدا وهم عادين قدامها وعملين يفكروا هيعملوا إيه فبيروحوا للتلاجة لكن ما بيكونش فيها أكل أطفالي خالص فبيقرر أروش يروح للسوبر ماركت وبيخلي الناس تساعدوا علشان يجيب لها الحاجات المناسبة لسنها وفعلا بيرجع البيت وهم التلاتة واقفين وعايزين يعملوا الأكل بتاعها وعلشان تافهين بيفضلوا يلعبوا والبنت تعيط وفي الآخر بيقدروا يحضروا لها الببرونة بتاعتها والبنت بتاكل ومش عايزة تشبع وكل شوية بيعملوا لها أكل جديد وكلهم بيقولوا البنت دي لو فضلت معانا هتخلص علينا لحد ما بيشموا ريحة وحشة جدا وبيعرفوا إنها عملتها على نفسها وهي عاملة عبيضة ومش واخدة بالها وتدي بيروح يغير لها هدومها وبيكون قرفان جدا وبيمسك البامبرز بتاعها وفجأة بيتزحلة وبيتير من إيده وهم بيحاولوا بيده عنه لكن في الآخر بييجي في وش أروش والتفل عملة بتضحك عليهم وفرحانة وبعدها بيهتموا بيها جدا وبيدوها دوش جميل ومع الوقت بيأكلوها وبيخسلوا هدومها وكل شوية بيغيروا لها البامبرز بتاعها لحد ما كلهم بيناموا من التعب وهي كمان بتروح في سابع نومة ولما بيطلع الصبح ما بيكونوش عارفين دي بنت مين فيهم لأن علاقاتهم النسائية كتير جدا فبيعملوا قيمة وبيكتبوا كل أسماء البنات اللي عملوا معهم علاقة وبيفضلوا يعلوا على بعض في الكلام ومين بيعرف بنات أكتر وبعدها أروش بيروح لبنت الكنيسة وبنكتشف أنها بتتجوز وبيسألها هو أنت خلفت مني فبتضربوا وكلهم بيطلعوا يجروا وراه ومن ناحية تانية قال بيشوف بنت وبيقولها نفس الكلام فبتندلوا صاحبها وبيخاف جدا وكالعادة بيحاول يهرب منه وفي نفس الوقت تيدي بيكون زيهم وما بيختلفش عنهم في حاجة وبيفضلوا هم الثلاثة على نفس الحال وما فيش بنت بيقابلوها غير لما بتضربهم وفي نفس الوقت في بنات بتعيط لأنهم ضحكوا عليهم بعد مع الشمون بالجواز وبعدها بيرجعوا البيت ومش عارفين يعملوا ايه وكل واحد ما بيكونش عايز يهتم بالطفلة اللي بيقول أنا عندي اجتماع بكرة ولازم أصحى بدري واللي بيقول أنا عندي حفلة واللي بيكون عنده رهان بتلاتين ألف وهي بتضحك عليهم لأنها هتطلع عينيهم ولما بيدخلوا يناموا كلهم بيصحوا على صوتها وهي عملت عيط وطول الليل بيفضلوا صهرانين ومش عارفين يناموا من الزن بتاعها وتاني يوم بيروح أروش الشغل وبيكون نايم في الحمام وبيدخل عليه صاحب النادي وبيوديه المدير الصحة علشان يتكلم معاه وياخد الشهادة الصحية للمكان لكن مراته وابنه الصغير بيكونوا معاه ولما بيشوف التفل بعيط بيفضل يزعلهم كلهم وما حدش بيكون قادر يوقفوا لكن صاحب المكان بيطرده وبيفصله عن العمل وفي نفس الوقت أقل بيراهن بتلاتين ألف على فوز الهند في لعبة الكريكت وللأسف الطفلة بتفضل تعيط وما بيكونش بركزه وبيخسر في الآخر كل فلوسه ولما بنروح لتيدي بنلاقي نايم في عيد الميلاد وبتحاول الأطفال تصحيح علشان يلعبهم لكن بيرفض وعمال بيزعلهم وفي الآخر كلهم بيتكتروا عليه وبيدولوا علقة محترمة ولما بيرجعوا البيت بيحكوا كل المشاكل اللي حصلت لهم بسبب الطفلة فبيقرروا لازم يتخلصوا منها في أسرع وقت فبياخدوها وبيروحوا وحطوها قدام باب كنيسة وبيسيبوها لوحدها وبعدها بيصهروا في كباريه وبيحتفلوا برأس السنة لكن بيلقوا الدنيا بتمطر وفي الوقت ده بيكتشفوا ان البنت ممكن تموت من المية فبيطلعوا يجروا وبيحاولوا يلحقوها قبل فوات الأوان لكن بيوصلوا متأخر وبيشوفوها وهي غرقانة وفقدة الوعي بتاعها فبياخدوها للمستشفى وعايزين انكذوها من الموت والدكتور بيحاول يعلاجها وبيعمل لها صدمات كهربائية ولما بيخرج بيقول لهم للأسف الطفلة مش هتعيش لأن الرئاتين اتملوا بالمية وهما بيكونوا وقفين وعملين بيعياته مش عارفين يعملوا ايه وقال بيروح يصلي لأول مرة في حياته وعمال بيدايلها علشان تعيش وكلهم في حالة صدمة وعملين بيفكروا فيها لكن تاني يوم الدكتور بيقول لهم انها بقت بخير وحالتها مستقرة وهم ما بيكونوش مسدقين نفسهم وبيدخلوا لها القوضة وبيتأسفوا لها على كل حاجة عملوها وبيكونوا ندمانين جدا وعملين بيعياته وفي الوقت ده بيغيروا طريقة التعامل معاها وبيهتموا بيها وبيفضلوا يغنوا لها وبيرقصوا لها وبيتصوروا معاها وبيكونوا فرحانين وبيصاروا جنبها طول الليل وفي الوقت ده الطفلة بتتحول لاهم حاجة في حياتهم وبيتفقوا انهم هيسموها أنجل وفي الاخر بيشوفوا كل البنات اللي ضحكوا عليهم وبيتأسفوا لهم على كل حاجة عملوها وتاني يوم بيروح لهم واحد من رعاية الاطفال لما بيكتشف ان فيه بنت صغيرة موجودة في البيت وبيسألهم ازاي بيربوها وانواع الاكل والتطعيم اللي بتاخده وبيتطمن انه كل حاجة تمام وبيلاحظوا انهم بيحبوها جدا وبيعملوها زي بنتهم وبعد فترة الشرطة بتروح لقروش البيت وعايزين ياخدوا منه الطفلة لان امها بتدور عليها وهو بيحاول يدافع عنها ومش عايز يسابها لحد ما بتدخل ايشا البيت ولما بيشوفها بيتفاجئ جدا ومش عارف يعمل ايه وبتاخد الطفلة منه وبتسيب المكان وتمشي وهو بيكون قليل الحيلة وبعدها صاحبه بيرجعوا البيت وبيسألوا عن انجل فبيقولهم امها خدتها وبيبدأ يعرفهم اللي حصل وده بيخلينا نرجع للموضي تاني لما كان موجود في فرح ابن عمه وشاف ايشا الاول مرة قدامه وكانت عجبا جدا وشكلها دخلت دماغه وبيسأل ابن عمه عليها فبيقوله دي صاحبة العروصة وبنته محترمة وبتاعة جواز ومشي زي القطر لكن قروش بيتحدى وبيقوله مفيش بنت بتعدي من تحت ايدي وبيروح لها وبيمثل انه انسان محترم وبيفضل يلف وبيدور عليها في الكلام علشان تقع في حبه ومع الوقت بيقرب منها واهم حاجة عنده يخليها تشوفه شاب مثالي وتتطنع به وهي للأسف بتعجب شخصيته وطريقة كلامه وبعدها بيعترف لها انه بيحبها وهي كمان بتقول لنا بحبك وبيقضوها رأس وأغاني وبيكونوا فرحانين جدا لكن للأسف هما الاتنين بيعملوا علاقة غير شرعية مع بعض وتاني يوم ايش هتسافر سيدني وبتطلب منه ما يكسرش قلبها لانها وصقت فيه فهو بيتفاجئ من كلامها وبيحاول يطمنها انه هيفضل جنبها وبعدها بتركب العربية وبتقدر انها تأجل سفرها ثلاث ايام وبتقرر ترجع لقاروش تاني وفي نفس الوقت هو عمال بيفكر في كلامها وحسس بالزنب وفي واحدة بتروح له وبتحاول انها تعكسه لكن ايش هتدخل عليهم وبتكون متفاجأة جدا وبتعرف انه ضحك عليها واستغل برائتها فبتنزل وبتركب العربية بتاعتها وبتكون عمالة تعيط وبعدها بنرجع لوقتنا الحاضر وبيقول لصحابه انه حاول يوصلها لكن هي اختفت ومش عارف مكانها وبيطلبوا منه يرجع عنجل لانهم هم اللي ربوها في الوقت اللي امها كانت سايباها وما تعرفش حاجة عنها وهم التلاتة بيتفقوا انهم هيرجعوها تاني ومن ناحية تانية بنكتشف ان الرجل بتاع الرعاية الصحية هو ابو ايشا وبيطلب منها تسامح وترجع لقاروش تاني لكن بترفض كلامه وبتسيب المكان وتمشي وهو بيكون واقف وعمال بيفكر هيعمل ايه فبيقرر يروح ليهم وبيقول لهم لما ايشا ولدت خدت بنتها وحطتها قدام بيتكم لكن لما تعبت وجات لي ازمة قلبية حاولت اكفر عن زنبي وقلت لها بنتك عايشة وبعدها بترجع قاروش يرجع مراته وبنته تاني وهو بيوعيده مش هيخليهم يبعدوا عنه وفعلا بيروح يقابلها وبيطلب انها تسامح وترجع لي وبيفضل يطريدها في كل مكان لحد ما بتتدايق منه وبتضربه بالقلم وبتقول له لازم يبعد عنها ومش عايزة تشوفه تاني وبتتحدى انها هتتجوز خلال اسبوع وهتلاقي قبل انجل افضل منه فهو ما بيصدق يمسك في كلامها وبيقول لها وانا موافق بس لو ما تجوزتش خلال اسبوع انجل هترجع عليها وفعلا بيكتبوا الاتفاق وكل واحد بيمضي عليه وبعدها بيرجع لاصحابه وبيحط خطة معاهم علشان يخلوا السبع ايام يعدوا من غير ما ايشة تتجوز وفعلا تاني يوم قال بيتنكر وبيعمل نفسه عريس وابوها جايبه لها وبيمثل انه انسان محترم جدا ومثالي وهي بتكون معجبة بشخصيته وموافقة عليه وبيرجع لاصحابه وبيحكي لهم كل حاجة وبيفضلوا مصممين يكملوا الخطة زي ما هي وتاني يوم بيروحوا يأكلوا في مطعم ويشة بتقولوا انهم لازم يتجوزوا بكرة علشان تحافظ على بنتها طول العمر فبيكون متفاجئ جدا وبيقرر يبعد عنها ولما بيكونوا في الملاهي بيمثل انه هو مجنون وتصرفاته غريبة جدا وعايز يرمي ساهم على طفل صغير لكن تيدي بييجي وبينقزوا في اللحظة الاخيرة والاطفال بتجري عليه وكلهم بيحبوه ويشة بتكون شايفة كل حاجة وبعدها بيبدأ يتعرف عليهم وبيقرب منهم وتاني يوم بيروح لهم البيت وبيعرف ان انجل تعبانة لكن بيلاقي نفس الدكتور اللي انقص حياتها قبل كده في المستشفى وبيقولوا ما تخافش المرة دي حالتها مش خطيرة وهتفضل عايشة وفي الوقت ده ايشة بتكتشف الحقيقة وبتكون متفاجئة جدا وعملت عيط ومتضيئة لانهم بيتحكوا عليها وعايزين يبعدوا انجل عنها وبتقول لهم انا هاخد بنتي وهسافر وما حدش هيعرف مكاني فبيرجع تيدي لصحابه وبيحكي كل اللي حصل وبيكونوا زعلانين وبيقولوا انها اخلت بالعقد ولازم يروحوا المطار يجيبوا منها انجل لكن قروش بيحاول يوقفهم وبيقول لهم كفاية اللي انا عملته في ايشة وبيضرب قلب القلم علشان مش عايز يسمع كلامه لكن اصحابه بيتحدوه وبياخدوا العربية بتاعتهم وبيتصلوا بالشرطة علشان يبنعوها من السفر وفي نفس الوقت ايشة بتكون في المطار والشرطة بتحاول توقفها وهي مش فهم حاجة وقال وتيدي بيقولولها في عقد بنا وانتي اخلت بي ومش هتقدر يتسافر بانجل لكن قروش بيوصلهم وبترجاهم يسوبوها تسافر بالرغم انه عايز انجل تفضل معاهم وهم بيكونوا زعلانين جدا وبياخد العقد وبيروح ليشة وبيقطع قدام عينيها وبيقول لها انا بحبك وبيتأسف لها على كل حاجة حصلت وبيترجاها ما تاخدش بنته وتبعدها عنه وانها محتاجة ليا زي ما هي محتاجة لك لكن هي بتكون مصممة تسافر وبيروح لصحابه بيقول لهم انا خسرت نص عالتي ومش عايز اخسر النص التاني وهم التلاتة زعلانين ومش عارفين يعملوا ايه لكن انجل بتنادي عليهم وبتقول دادا فبيجروا عليها وما بيكونوش مصدقين نفسهم وعملين بيعياته ويشكل عادة بتبعد بنتها عنهم وبتاخدها وبتروح تركب الطيارة وهم ما فيش بيديهم حاجة يعملوها وبيرجعوا البيت وكلهم بيفكروا في انجل ولما بيرن جرس الباب بيفتح اروش وبيلاقي انجل موجودة قدامه وبيكون فرحان واصحابه عملين يحضنوها ومش مصدقين انها رجأت تاني وفي نفس الوقت ايشا بتقول لأروش انجل محتاجة لنا احنا الاتنين والنها لسه بتحبه وما كانتش قادرة تنساه وبعدها بيفضلوا يعياته وبيكملوا حياتهم مع بعض ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد